وآخرا التأم شمل الملياردير والمعارض الروسي ميخيل خدركوفسكي مع أسرته في بلين في لقاء حميمي ولد خدركوفسكي المسنين مارينا وبوريسكانا وصل السبت للعاصمة الألمانية حيث يقيم ابنهما بعد إطلاق سراحية الجمعة عقب قرار عفو مفاجئ زره ورئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي أولي تعليقة يدلي بها لوسائل الإعلام منذ إطلاق سراحه قال خدركوفسكي لمجلة The New Times الروسية في مقابلة مصورة إن عائلته لم يسمح لها سوى بعدد قليل من الزيارات الليلية أثناء سنوات التي أمضحها في السجن قطب النفط الروسي سابق بخير خدركوفسكي البالغ من العمر خمسين عاما قضى عشرة أعوام في السجن أصبح خلالها واحدا من أبرز منتقد بوتين واعتقل خدركوفسكي في أكتوبر 2021 عام 2003 وبعد عامين حكم عليه بسجن 14 عاما بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وأديني مرتين بجرائم مالية وهي تهم دفع فيها ببراته الملياردير الروسي التقى أيضا أمس في بلين مع ابنه بافيل الذي عش في جيورك وقال ابنه بافيل أمام فندق أدلون في العاصمة الألمانية بعد قدومه من الولايات المتحدة أخيرا التأم شمل أسوتي ونحن سعداء جدا جدا أن نكون سويا بعد فراقي عشرة عواما وأضف قائلا أعتقد أنكم تدركون أن والدي يشعر بلينهاك الآن هذا هو من المقرر ينعقد ميخيل خودركوفسكي بعد ذول اليوم مؤتمر صحفيا في برلين